منذ أيام والسلطات الصهيونية تعد العدة لتأمين ما يعرف بمسيرة الأعلام التي تتزامن مع حياء الذكرى السنوية لاحتلال البلدة القديمة في القدس عام 1967 وفي المقابل تأهب الفلسطينيون لمواجهة هذه المسيرة خاصة وأنها تمر عبر مسارين أحدهما يمر من البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق والآخر يمر من باب العمود وصولا أيضا إلى حائط البراق ما يعني اقتحام المسجد الأقصى المبارك وهو ما جرى فعلا بحسب الأوقاف الإسلامية في القدس فإن مئات المستوطنين دلن سباحات المسجد الأقصى حاملين أعلام دولتهم المزعومة ومن بينهم عضو الكنيسة الصهيونية المتطرف إطمار بنغفير تحت حماية شرطة الاحتلال المرابطون الفلسطينيون تصدوا للاقتحامات بصيحات التكبير ومواجهة المستوطنين رغم تعرضهم للاعتداءات من قبل القوات الصهيونية وحتى الاعتقالات ردود أفعال فلسطينية وعربية نددت بعمليات الاقتحام وحذرت من نتائجها حيث دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى النفير العام استعدادا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بعدم التعامل بالزواجية وتحمل مسؤوليته إزاء هذه الانتهاكات الخارجية الأردنية بدورها حذرت من تفاقم الأوضاع في المنطقة عقب الاقتحامات الصهيونية الجديدة علماء الأمة كانت لهم بقفتهم الواضحة حيث شددوا على وجوب نصرة الشعب الفلسطيني وحماية القدس والمسجد الأقصى والوقوف بوجه المخططات الصهيونية وهو ما يحتاجه الفلسطينيون في معركتهم مع الاحتلال التي تزاد يوما بعد آخر شراسة وظلما وعدوانا إلا أنها تدفعهم للتمسك بخيار الصمود والمقاومة حتى إرجاع كامل الحق الفلسطيني